اه انا متفق مع كابتن احمد عبد الحليم احنا هنتكلم في كل حاجة بصراحة النهار ده وطبعا هو صريح وكل حاجة فنيات وغير فنيات هو بنوارنا طبعا انا واحد من الناس اللي انا باستمتع انا باستمتع لما بعد اتفرج على احمد عبد الحليم او الكابتن احمد عبد الحليم انا متكلم في الكورة الله يخليك والله بجد تسلم وشرف لنا يا كابتن احنا عادي محضة انا طبعا سعيد ان انا معك بقى لي مدة. اه بقى لنا كتير يا كابتن. اه. وطبعا اه احنا ولد يعني منطقة واحدة وانت عارف اقتناعي بيك طبعا ورجل. شرف لينا يا الله يا كابتن. لك زي ما بيقولوا طلع على الهوى. حبيبي يا كابتن. حبيبي. شرف لينا. انا اللي برحب بيك طبعا. شرف لينا يا كابتن. وحاجة جميلة جدا يعني. فاكر يا كابتن. فاكر. تعال افكر الناس كده. ايه. فاكر كواليس الكونفدرالية انا وانت. طبعا. يا قرأ. ده احنا كنا ساعة لسه في قناة. كنا في المحور. في المحور. تحكي الكواليس ولا حكيها انا? لا حكيها انت. الليه لا دي? طبعا. لما جات ضربات الجزاء كمان. عملنا ايه? انا اخدنا بعضنا ومشينا. انا. فاكر مشيت ازاي بالعربية. انا. من المكان اللي احنا كنا عادينا. اه. اه. مدينة الانتاج لحد الستوديو. انا ما تفرجتش. ولا? يعني انا بعدين تفرجت على ضربات الجزاء. لو تفتكر احنا كنا عاديين في في مكان كده اللي هو في التجامع اللي في المحور. بالزبط كده. واخد بالك فقمت طبعا مش مش يعني. قلتي لي الله يا ابو حميد. اه. واخد بالك لان طبعا برضو. احنا مقدرناش. احنا من كتر الفعلات يا جماعة. هو طبعا انا هو قلب واجعه. وكابتان احمد بقى يعني مش هيستحمل. وقلنا نشغل راديو. فكنا عاديين في مكاننا في مدينة الانتاج الاعلامي. وبعدين ايه اه يعني خلاص انت بتتكلم مئة الف في استاد برج العرب. استاد الجيش برج العرب. اه. واحنا قاعدين بندعي ربنا. محمود على اجاب الجول. هيصنا بتاع ومسكنا بقى قلبنا. طب نعمل ايه يا كابتان انا مش قادر او مش قادر. طب نشغل الراديو. طب نبص. طب نعمل ايه فهم مش قادرين مش مستحملين. فعايز اقول لكم يعني واحدة واحدة كده قلني ايه طب نكمل بقى ضربات الترجيح لحد ما نوصل ايه. نوصل للسودو عشان طلعين بعد المتشة على طول. فكل دعواتنا عدت الدقايق البسيطة ديت عايز اقول لكم عدت سنوات علينا. عدت سنين والله العظيم. لحد ما دخلنا للسودو كانت معكورة زيزو. اه. فهما يعني هما في راديو قبل قبل النت. طبعا. طبعا. فقالوا جون مش مش عايز اقول لكم يعني. مش عايز اقول لكم. اللي سجد والا وانا عط عيط. طبعا. طبعا. ليلة يعني. لا هي خد بالك انا عصرت حاجات وانا بلعب. اه. يعني البطولة الافريقية مسلا اربعة وتمانين. كنت انا موجود في ليجوس في نيجينيا. اه. وحضرت طبعا الفرحة. بس اه. بقى لنا فترة. كان بقى لنا فترة يا احمد. الكونفدرالية. اه. كان غالية اوي. كان بقى لنا فترة. وقالوا عليك بقى حصلت المجموعة ومش عارف ايه. وجل اوباما اللي جيه في اخر دقيقة واخر ثانية. كنا بعيدين عن البطولات الافريقية بشكل يعني. او عموما عن البطولات عموما. اه. لا احنا كنا وصلنا قبلها لو تفتكت كنا وصلنا نهائي. اه. وكنا ارايبين والله البطولات. كنا ارايبين جدا. اه. بس كان فرق جدا برضو. التعامل كان يوميها مع المباراة الخارجية. مؤمن سلمان ما كانش موافق. يعني. بصرح. مع. اه. وعقول التقدير والاحترام. ولكن في المباراة دي مع انه مؤمن مدرب هاي. جدا. وعلى فكرة واكتشاف الادارة برضو. يعني اكتشاف. اه. طبعا. طبعا. يعني المستوار المرتضى. يعني. طبعا. يعني اداله الثقة في وقت مهمة جدا. طبعا. بس ايه يعني هو ما كانش جمنا. معنى زعلت بقى ان انا يعني التدريب بالنسبة لي بعت اه مش فترة المستوار المرتضى. والله. اه طبعا. لان اكيد كنت اخد فرصتي يعني. اه. لان انت شاف ان حتى اخوتك الصغارين كله اخد فرصة. طبعا. طبعا. وده شيء كان من اول العملية محجوزة للاتنين تلاتة. اه. يعني بكربة جد. محجوزة. طبعا. الفترات اللي انت كنت بتشتغل فيها مدرب. وكنت في اوقات بتتقلق فيها يعني. اه. برضو الناس كان بتتكلم. بتسمع يعني. سوان في مصر او برا مصر. اه. محجوزة كان بيسأل فيك يعني. اه. خال. دلوقتي ان حتى المدربين على مستوى المدربين اللي اللي بينتموا النادي الزمالك. اه. عايشين في نعمة. لان اي واحد فيهم بيعلم. بيبقالوا فرصة جوانات الزمالك. وده شيء مهم جدا. اه. يعني يعني معلش يعني. اه. طبعا. انا اتمنى الخير لكل الناس اللي بيشتغلوا في التدريب. وانهم يوصلوا لمراتب قوية جدا. بس اللي بيحصل برضو معشوف يعني في حاجة احنا بنغفلها. اه. اه. الانجازات واللعيبة والحاجات دي. لا كمان المدربين. اه. خد بالك الفترة السابقة دي. شهدت. اه. مجموعة كبيرة جدا 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 من المدربين. معلش يعني. كانوا بيحلموا. كانوا بيحلموا بس. لمجرد ان هو بيحلم. ان هو يبقى مدير فن النادي الزمالك. الحلم بقى حقيق. انا بكلمة جد يعني. اه. اه. او ان يخش الجزء. يعني على فكرة مش انا منهم. يعني انا انا مش منهم. انا مشتغلت في التدريب. كان مدير فن النادي الزمالك في اي فترة من الفترات. اه. كان نفسك فيه. لكن طبعا. كان عندك حلم. طبعا. بس احنا ايام بقولك ما كنا كويسين. كان في ناس تانية دائما هما اللي بيبقوا موجودين. كانوا هما مش هما هما مش تلاتة هما اربعة خمسة. يعني. كانوا دائما هما. هو اللي ممكن تبقى الترشحات عندهم هم. بالزبط. اه. واخد بالك. والعملية كانت مقفولة تماما. اه. ما كانش بيجي الزكر مثلا كابتن احمد. لا ما هبقولك انت معشان كده كنت اغلب الفترات ببقى برة. اه. بس كان بتصحب عليك نفسا. طبعا. انت برضو فيه اوقات ده نديك. اه. وهي الحس انت بتحقق نجحات. اه.